يبدو المشهد اليمني في الوقت الراهن نموذجاً لسياسة تعارض المصالح بين اليمنيين والإقليم فبعد قرابة عام على تفاهمات استوكولم تمضي عملية الحل السياسي دون إحراز أي تقدم يذكر في حين تجري عمليات أخرى على هامش الحرب والسلام تعمل على تغيير المشهد برمته ليبقى رهينة لحالة لا حرب ولا سلم القائمة منذ نحو ثلاثة أعوام منذ لحظة إعلان التوصل إلى هذه التفاهمات ارتكب الحوثيون أكثر من أحد عشر ألف اختراق وتسببوا بمقتل ثلاثمائة شخص ونزوح ثلاثين ألف أسرة من المحافظة بحسب محافظ الحديدة توقفت المعركة التي وصلت إلى شوارع المدينة الاستراتيجية في البحر الأحمر ومع التطورات التي شهدتها عدا مؤخرا تم سحب معظم القوة الإماراتية هناك كما انسحبت قوة كبيرة من ألوية العمالقة المدعومة إماراتيا من مواقعها إلى مدينة عدن كما تشهد الجبهة توترا غير مسبوق في الانشقاقات داخل قوات طارق صالح الموالية للإمارات وانضمامها لميليشيا الحوثي في صنعاه فيما بات لهذه القوات مسار آخر يجري رسمه باتجاه مناطق جنوب تعز الشرعية صرفت أنظارها تماما عن استعادة الحديدة وباتت المشاورات التي تمضي بخط متعرج واجهة لإخفاق كبير لا يوصل إلى أي مكان لم تنتهي جوالات المبعوث الأممي مارتين غريفث المتكررة ولم تحقق أي نتائج على الأرض فغريفث تحولت مهامه من المشاورات بين الشرعية وميليشيا الحوثي إلى زاوية أخرى تتمثل في المفاوضات غير المباشرة بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا برعاية السعودية اليوم يقدم المبعوث الأممي تقريره لمجلس الأمن ليستعرض فيه نتائج مباحثاته مع الأطرار تلك المباحثات التي أصبحت في نظر كثيرين مجرد محاولات إلهاء اليمنيين وجزءا من حملة بيع الوهم العالمي تضاءلت أحلام اليمنيين يقول غريفث إن المساعدات الإنسانية التي تصل الآن إلى الدريهم يعتبرها الناس فتحا مبينا تبدو معركة الحديدة التي كانت على وشك تحقيق أهدافها نموذجا كاشفا عن طبيعة الأزمة اليمنية التي يتدخل فيها المحلي بالإقليمي والدولي ليشكل مزيجا معقدا من المصالح المتناقضة التي تسهم في جعل الأزمة عصية على الحل أو التقدم ترجمة نانسي قنقر